نشوف الحالات الأولى أول حالتين معانا مهمين جداً جداً هنا ردا سليم رايح وحفظنا خلاص وهنا باهر المحمدي لعب نادي المصري هنا قلنا دايماً لم يكون ردا سليم رايح من ناحية الشمال حاجة اسمها الهجوم الواحد وهنا إيه اللي حصل هنا حاجة اسمها التعطيل الهجوم الواحد من باهر المحمدي دي أول حالة اللي كانت بطاقة صفرة مستحقة للاعب نادي المصري هنا محمد عدل لم يتردد أبداً في إشهار بطاقة الصفرة دي الحالة الأولى اللي أنا جايبها عشان خاطر الحالة التانية كابتن بلال هنربط ونشوف الانزال التاني اللي هو اطلد عليه باهر محمدي ونشوف هنا بنشوف إمام عشور هنا زق الكرة هي هي نفس الكرة نفس الكرة اللي هي كانت مع رضا سليم وباهر محمدي هنا النهاردة نفس الكرة إمام عشور رايح من ناحية الشمال عندي هنا مخالف التعطيل الهجوم ومخالف التهور عادة الاتنين موجودين نشوف حمد عادل هنا سليم الدخول من باهر هنا المخالفة موجودة للتهور وأيضا لتعطيل الهجوم الوعد بطاقة حمرة مستحقة للانزال التاني وهنا بحي محمد عادل يعني ما عندوش حسابات يا بلال صح لعب عنده انزار استحق البطاقة التانية راح أشهر البطاقة الثانية تقريبا في ديئة 52 كابتن شريفوي قرار يحسب له الحكم المورا